بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند بالتأكيد ده خلاص بنتكلم في فترة الأجندة الدولية بداء من الغد تبدأ مباريات وتنطلق مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مباراتين همتين جدا لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب الليبي يوم 8 أكتوبر 11 أكتوبر اللقاء الأول على أستاذ بورج العرب الأسكندرية يوم الجمعة وبعدها ب72 ساعة اللقاء الثاني والجولة الرابعة في بني غازي مرحلة مهمة جدا كل التوفيق لمنتخبنا وكل الدعم لمنتخبنا خلال الفترة القادمة خاصة أن حلم كل المصريين التأهل إلى كأس العالم تظل أن أخر مونديال في روسيا كان منتخبنا الوطني بيتأهل بعد غياب طويل جدا بنتكلم بعد غياب حوالي 28 سنة فمش عايزين نقرر عدد سنوات أكتر ويكون دايما كده المنتخب موجود في الحدث الأهم والأبرز على الساحة القروية وهو كأس العالم أيضا كمان هنتكلم النهاردة في حلقة اليوم على النادي الأهلي وإزاي الأهلي بيستعد للفترة القادمة وفي الظل الأجندة الدولية واستدعاء عدد كبير من اللاعبين الدوليين كيف يستعد بيت سمو سيماني ما هي أخبار بيت سمو سيماني ما هي أخبار اللاعبين الفترة القادمة في الأهلي إزاي خاصة أن الأهلي يبدأ مشواره في الموسم القادم مع انطلاق البطولة الإفريقية أيضا يوم 16 أكتوبر أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر بإذن الله حلقة النهاردة فيها تفاصيل فيها الكواليس لكن نبدأ بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم متعلق بالتأكيد بمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الليبي وفقا للقائمة المختارة ما هو أفضل تشكيل للمنتخب في مباراة ليبيا شاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا واللي قدامكم على الشاشة صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق يواصل الاستعداد لمواجهة بطل النيجر وفي تريند المحلي صلاح ينضم لمعسكر المنتخب وكمان متفوقا على رونالدو صلاح لعب الشهر من ربطة الأندية طبعا البارح والنهاردة ما فيش مباريات الكل بيستعد للأجندة الدولية وبالتالي اللي استعدادت من الغد للتصفيات الإفريقية لكن أجازة وراحة في جميع أنحاء العالم ما فيش مباريات بالأمس واليوم أخرجنا فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه فقرة تريند تريند وأبرز الأخبار والمعلومات والكواليس في فقرة تريند تريند أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد بنتكلم بقى على استعداد الأهلي للمرحلة الجاية عندنا مباراة مهمة جدا مع الحرس الوطني بطل النيجر في زهاب الدور التمهيدي الثاني إن شاء الله المباراة تقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر على ملعب الحرس الوطني بالتأكيد بإذن الله والمباراة يديرها طاقم تحكيم من غانا يمكن شائد كده الظروف أو الصدف أن يكون انطلاقة الأهلي مع النجمة العشرة العام الماضي كانت من النيجر وكان أمام فريق سناديب المراضي مع الحرس الوطني من النجمة لكن كمان من حسن الحظ ومن الصدف في السعيدة وهو نوع من التفاؤل مع البطولة الأهلي فاس بيها المرة اللي فاتت أو اللقب العام الماضي إنه أيضا الحكم اللي أدار بطولة العام الماضي أو انطلاقة البطولة في العام الماضي أمام سناديب كان الحكم الغاني دانيل لاريه هو الحكم الغاني أيضا اللي هيدير مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم 16 أكتوبر برضو من العوامل المشتركة يمكن نفس الحكم ده هيدير مباراة الجزائر والنيجر يوم 8 اكتوبر في تصفيات افريقيا المؤهلة الكاس العالم يعني هو دايما تحس كده كل المباريات اللي فيها النيجر سواء دي أو منتخبات بيكون الحكم الغاني دانيال لاري لكن هو حكم واعد سنه صغير 34 سنة قدامنا طبعا لقطات من البطولة أو المباراة اللي وقيمت فيه انطلاقة العام الماضي شايفين شكل الملعب شايفين تفاصيل كتير متعلقة طبعا بهذه المباراة كان آليو ديانج أحرز الهدف الحكم ده عنده 34 سنة واعد جدا من حكام المحترفة اللي تم اختيارهم من ضمن حكام النخبة في الاتحاد الافريقي بيقبط كمان راتب شهري من قبل الكاف سواء بيدير مباراة أو لا يدير مباراة الملعب اللي قدامنا ده ما تخافوش القصة تغيرت وتعدلت وعارفين ان الفترة الاخيرة فيه تجهيز وفيه تغيير لشكل الملعب في البطولات الافريقية فالملعب ده تم استحداثه بشكل كبير لو كان الملعب ده بنفس المواصفات والمعايير اللي قدامنا وشكل الأرضية ما كانش هيصديف المباراة دي يعني الفريق ده لما كان بيلعب فريق من بروندي فريق البروندي كان بيلعب في تنزانيا ما كانش بيلعب في بلده في بروندي فلو كان حتى تآهل كان آلا يلعب في تنزانيا الفريق ده بعد تغيير الملعب أصبح دلوقتي الملعب ده مطابق للمواصفات والأرضية تغيرت الأرضية بيت أحسن من كده بكتير والملعب ده أيضاً كمان قبل مباراة الأهل بأربعة أيام هيصديف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم فهنشوف الملعب قبل مباراة الحرس الوطني مع الأهل بحوال أربع أيام ونتطمن على شكل الملعب وأرضية الملعب بالتأكيد لتتحسن بشكل كبير طيب قدامنا على الشاشة ده جزء من تدريبات الأهل النهاردة وعشان نعرف أكتر التفاصيل والأخبار والاستعدادات أروح مباشرةً إلى زميلة العزيزة كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب التتش بالجزيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميلة عزيزة محمد سعيد برحب بيك في البداية وكل التحية لكل مشاهديك وجمهور النادي الأهلي عايزة أتطمن منك بقى على الاستعدادات طبعاً في غيابات عديدة بسبب الأجندة الدولية لعيبة النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني في علي معلول مع تونس آليو ديانج موجود بالتأكيد مع منتخب مالي لويسا ميكي سوني موجود مع منتخب موزنبيك بدري بنون مع المنتخب المحليين في المغرب فالقوامل قدامك يعني في استعانى بعدد كبير من قطاع الناشئين هل الفترة الجاية ممكن يكون فيه مباراة ودية قبل لقاء الحرس الوطني في دورة أبطال إفريقيا والجديد عندك إذا كان فيه أخبار جديدة النهاردة يعني قبل ما أكلمك محمد طبعاً على التدريب النهاردة والجو والشكل العام الخاص بالتدريب النادي الأهلي يعني هقول من خلالك خبرين من خلال برنامج جيل تريند لا يوجد مباراة ودية حتى معاد السفر الخاص مباراة النايجر يمكن عدد القليل جداً من العبت النادي الأهلي ويمكن ده مستمعني حتى الآن لم يطلب مباراة ودية ودي تصراحات طبعاً على لسان الكابتن سيد عبد الحفيز لأن يمكن آه فيه وقت محمد طبعاً الفترة اللي جاية لكن قوامل فريق مش متواجد مستعانين نستعانين بعدد كبير جداً من الناشئين فممكن تكون المباراة بالنسبة لبيتسو مستمعني مشابليها هدف كبير وممكن كمان تكون لها إصابات أو لها عواقب من رتمان أنها ما تحصلش ده بالنسبة الخاصة لإمباراة الودية حتى موعد المباراة يمكن الناس بتتكلم طبعاً من خلال الأيام الماضية على موعد السفر موعد السفر يكون إمتى؟ يمكن الناس ذكرت 11 و12 أنا هقولك المعادل صحيح من خلالك ومن خلال برنامج التريند تم تحديد موعد السفر يوم 14 يوم 14 احنا عارفين طبعاً أن المباراة يوم 16 لكن ليه يوم 14 يا محمد؟ لأن لا يوجد ملاعب في النيجر اللي يتضرب عليها النادي الآلي كما هو المعتاد في كل السفرات اللي خاصة بيها البطولة الأفريقية تعرف يا محمد بمكون متوجدين في أي مباراة بمكون متوجدين قبل المباراة بثلاث أو أربع أيام بنتضرب تدريبتين على ملعب فارعي وتدريب رئيسية على ملعب المباراة لكن الزرف صعب جداً هم طبعاً ملعب سيني كونيتش طبعاً هيستقبل هذه المباراة الملعب تم تكييزه لكن هو الملعب الوحيد فيمكن النادي الآلي يوم 14 صباحاً يكون فيه تدريب صباحي ويتوجه النادي الآلي مباشرة إلى النيجر على أن يتضرب تدريب واحد فقط على ملعب سيني كونيتش يوم 15 ومنها المباراة يوم 16 ظرف صعب شوية لفريق النادي الآلي في هذه المباراة وفي هذه الانطلاقة لكن الحقيقة محمد متفائلين جداً بأدي البطولة ومتفائلين أكتر كماناً محمد بالحالة اللي احنا شايفينها رغم الغيابات ورغم العدد الكبير اللي فيه نقص من الفريق النادي الآلي لكن أنا عايز أأكد على الوفدين الجدد تحديداً مرحلة مهمة جداً ينسجموا مع الفريق تعليمات تكون واضحة فكر بيتسو موسماني أيضاً كمان يكون وصل لهم بشكل كبير جداً والحقيقة الرجل شغال معهم ومع كل اللعبين لكن ظهورهم مميز جداً الحقيقة عمار حسام بيرسي تاو كمان اللي يعني منتظرينه بشكل كبير جداً الرجل دخل في التدريج وشارك في التأسيمة في تدريب الأمس كان مميز جداً وكان رائع وواضح أنه عنده وواضح أنه كمان بس ياخد منشطه ينسجم بشكل كبير مع فريق النادي الآلي هنشوف طفرة مميزة جداً في أداء هذا اللعب وكل طبعاً نجوم فريق النادي الآلي وكل اللعبين المتواجدين أكدنا على هذا الأمر محمد معاد المباراة وعدم وجود مباراة والدية حتى هذه اللحظة مع فريقنا النادي الآلي بشكل عام بقى تدريب النادي الآلي فقراته متنوعة بشكل كبير جداً الحقيقة على مدار الثلاث أيام ممكنها محمد بتابع على مدار الثلاث أيام الماضية فيه فقرات متنوعة الراجل بيركز على التصوات بشكل كبير جداً التمركزات والتحركات ما بيكلمش على التكتك بشكل كبير على قد ما بينمي بعض المهارات وبعض الأمور اللي كان عندنا قصور فيها في مباراة بطولة الدوري العام والبطولة الأفريقية جدية كبيرة جداً وحماس كل تدريب بينتهي بتأسيمها في منتصف الملعب بيكون فيها أداء مميز جداً وليد سليمان بيتقلق عمار بيتقلق رامي ربيع لكل الحقيقة واضح الأداء وواضح الجدية بنتمنى إن شاء الله بإذن الله الحماس والجدية دي محمد تكون معنا حتى موعد المباراة وحتى قبل السفر إن شاء الله بإذن الله ويا رب إن شاء الله يكون مع فريق نادي الأهلي ويحافظ عليها ويكون انطلاقة جيدة جداً زي الموسم الماضي البطولة الأفريقية ويكون ويش النيجر علينا حلو ونقدر إن شاء الله بإذن الله نحق البطولة الثالثة على التوالي في إنجاز تاريخي إن شاء الله يحققه النادي الأهلي هل بدأ يا كريم متابعة فريق الحرس الوطني في شرايط في سيديهات شافوها للفريق في لقاء التنهيدي السابق عندما كان بيواجه فريق من بروندي وكان على فكرة على أعتاب الخروج يعني هو تأهل بصعوبة في تنزانيا لما كان بيلاعب بطل بروندي خارج بروندي بالتأكيد محمد طبعاً يعني الحقيقة الفترة اللي فاتت موسي طبعاً متلابة طبعاً محل الأداء الخاص بالنادي الأهلي مع الكابتن سيد مع بيتسو موسماني الهاي لايس على طول بتفرج علي العابة النادي الأهلي قبل كل التدريب بيبقى في محاضرات أولاً حاضرات لا تستغرقش وقت كثير زي مع المعتاد مع بيتسو موسماني لكن التركيز كبير جداً على فريق الحرس الوطني وبيأكد بيتسو موسماني على هذا الأمر لابد يكون مركزين انطلاقتنا لابد يكون مهمة جداً مهما كانت الظروف الأكسوجين في نقص كل الأمور دي النادي الأهلي تعود عليها بشكل كبير جداً لكن الأهم إن احنا يبقى عندنا الرغبة الكبيرة والدوافع الكبيرة جداً في هذه المباراة المتابعات مستمرة لكن زي ما بأكد لك محمد الناقص العددي ميخلي برضو موسماني مقايت شوية في النواة إزاي يقدر يتكلم على التاكتج بشكل عام لأن العناصر المتواجدة خارج الملعب مختارة تشعة وخارج النادي الأهلي سواء الدوليين أو أيضاً كمان اللي عمين في متخابنا الوطني هتبقى في قصور شوية لأن تعرف طبعاً القوام الأساسي متواجد خارج النادي الأهلي لكن كل اللعيبة المتواجدة في هذه الفترة بتحاول بشكل كبير جداً لها دور الفترة القادمة كل اللعيبة عندها حماس كبير لكل عايز يكون متواجد ودي حاجة بتسعد كل جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي هو النجم ما فيش أي لعيب هو النجم النادي الأهلي هو النجم في أي حد يكون متواجد تمام يا كريم إن شاء الله بإذن الله يحمل قميس النادي الأهلي ويقدر يحقق البطولة إن شاء الله في هذه السنة زميلة العزيزة كريم أحمد مراسل قناة الأهلي بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب التتشب الجزيرة وكل التوفيق يا رب لنادي الأهلي في المشوار القادم محلياً أو إفريقياً أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم بقية فقرة برنامج التريند أهلاً بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي نهاردة بنتكلم على بعض التفاصيل الموجودة عبر السوشيال ميديا وبتركز أكتر على استعدادات الأهلي لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر وحملة الدفاع عن البطولة الحادات عشر إن شاء الله تكون النجمة جديدة تضاف إلى سلسلة بطلات ونجوم النادي الأهلي عشر ألقاب وبالتأكيد الفترة الجاية بإزدلها نسعى للقب جديد من دور أبطال إفريقيا نبدأ مع بعض تريند الأهلي والحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على أن موسيماني بيعود للحرس القديم أمام بطل النيجر فيما معناها أن بيتسو موسيماني لا يملك سوء الاعتماد على الحرس القديم في مباراة الفريق المقبلة أمام بطل النيجر في زهاب الدور التمهيدي اللساني خاصة إن استفقات الجديدة اللي تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة غير مقيدة في القائمة الإفريقية بيرستال ويسميكي سوني حسام حسن كريم فؤاد عودة المعارين عمار حمدي أحمد عبدالقادر كل هؤلاء اللاعبين غير مقيدين اللي تم قيدهم بعد القيد الإفريقي ما قفى اليوم 15-18 لكن لو بصنا القائمة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بنتكلم في 33 اللاعب خرج منهم سعد سمير وأحمد رمضان بيكهم ناصر ماهر أيضا كمان جوني الأجايم مروان محسن والتر أبواليا وطبعا أفشا هيغيب عن هذه المباراة نتيجة طبعا نواخد أجازة لزواجه بنقول له ألف مبروك أفشا خلال الفترة اللي جاي ربنا يوفقك في حياتك الشخصية والأسرية وأيضا كمان محمود متولي لسه عايد من إصابة مش عارفين مدى إمكانية جهزيته فيكون الآلم سافر بقوام حوالي 23 أو 24 لعب الفترة القادمة من ضمنهم أربع حراس مرمى الشناو يعالي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء هي مباراتين زهاب وعياب ثم بعد ذلك بقى لقاء دور المجموعات لما نتأهل إن شاء الله تقدر تضيف الصفقات الجديدة وتكمل القيمة لأربعين لعب ويكون عندك سبع إضافات في الفترة اللي جاية وتبدأ البطولة مشوارها الجدي ابتداء من شهر فبراير من العام القادم طيب نروح كمان للحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر وبتكلموا على إن فيه نيولوك جديد لتدريبات النادي الأهلي طريقة جديدة لمسيماني في مراني الأهلي وسعادة من اللاعبين بتكلموا إن فيه تاكتك مختلف فيه تدريب على الكرات العرضية تدريب على الكرات السابتة تزديد من مسافات تابعين كلها شغل تاكتك للجهاز الفني في ظل إن فيه طبعا راحة وما فيه مباراة رسمية في التوقيت الحالي طيب نروح كمان لعمر السلية لعبنا عمر السلية واللي كان حديث الجميع خلال الفترة الأخيرة وهنا في التريند أكدنا أكتر من مرة إن عمر السلية باقف الأهلي وهيجدد فيه النادي الأهلي بالأمس بالتأكيد تم النشر من خلال حسابات الرسمية في الفترة الأخيرة وعمر السلية كتب على حسابه الشخصي الحمد لله الذي أقرمني بفضله ثلاث سنوات جديدة أتشرف وأفتخر بهم بتمثيل النادي الأهلي أسعى إلى كتاب التاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادي في الكون شكرا جمهور الأهلي العظيم على الدعم الدائم شكرا يا عمر وبالتوفيق لك في المرحلة اللي جاية عمر السلية من اللعيبة خبنة الوطني وبعد الأجندة الدولية إن شاء الله هنبارك أيضا لعالم علول في الظل حارة لغة كانت كتير قوي لكن برضو هنا في التريند أكدنا من أكثر من أسبوعين علم علول باقي وما فيش أي مشاكل بينه من الأهلي ونقاط بسيطة تم الاتفاق عليها وهيعلن بإذن الله عاقب الأجندة الدولية طيب نروح كمال للصفحة الرسمية لليوم السابع تكلمت فيه جزئية رقمية عاقب إعلان تجديد عمر السلية قالوا في حسابهم الرسمي على الفيسبوك نشروا أرقام السلية مع الأهلي حتى الآن لعب مئتين خمسة وعشرين مباراة تمنتاشر ألف ربعمية أربعة وسبعين دقيقة أحرز واحد وعشرين هدف عمل عشرين أسست حصل على تمانية وعشرين كارت أصفر وكارت أحمر واحد كانت في مبارات بيراميدز ويخدم على الأهلي اتناشر بطولة أرقام مميزة خاصة للعب في خط الوسط يجيب واحد وعشرين هدف ويعمل عشرين أسست ده حاجة مميزة جدا وطبعا من أبرز أهداف السلية الهدف اللي أحرزه في كايزر تشيفز في نهاي دوري أبطال إفريقي طيب الوطن سبورت صفحتها الرسمية على الفيسبوك نشروا خبر جديد واسم جديد من ضمن الأسام المرشحة للعمل مع بيتسو موسيماني في الفترة السابقة قالوا شريف عبد الفضيل يقترب من جهاز موسيماني في الأهلي وقالت المصادر للوطن سبورت على الفيسبوك إن شريف عبد الفضيل هو مدرب الأهلي حاليا فريق 2005 في قطاع الناشئين يعد أبرز المرشحين للعمل ضمن جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة لحقها مع فريق 2005 طيب عموما بشكل عام نتمنى التوفيق الفترة الجاية سواء تم اختيار مدرب عام مصري تم استخدام مدرب عام من جنوب إفريقيا كل التفاصيل دي نعرفها خلال الفترة القادمة وممكن كمان الجهاز الفني يستمر كما هو الحال في الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم بقية فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند المحلي ترند المحلي بالتأكيد هيكون التركيز أكتر على منتخبنا الوطني عنده مباراة مهمة جدا وصعبة أمام المنتخب الليبي يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم ليبيا ست نقاط مصر أربع نقاط لا بديل عن الفوز قبل الصفر إلى بنغازل اللي بالتأكيد لازم تتصدر المجموعة عشان اللي بيتأهل فريق واحد بس من الأربع منتخبات نبدأ الترند المحلي بحساب كارلوس ساكيروش مدرب منتخب مصر على تويتر ونشر على حسابه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نضمن بها النجاح هي التصميم على أن نكون أفضل وأقوى وبالتفكير في الفوز يمكن بالأمس كارلوس ساكيروش كان بيكلم في المؤتمر الصحفي وكان كل تركيزه على فكرة ويجد نظره وبتأكيد هم درب المنتخب وصحب الأول والأخير في الاختيارات لكن قال دايماً هو اللاعب أو النجم الأساسي في منتخبنا الوطني هو لاعب منتخب مصر أو منتخبنا الوطني منتخب مصر هو اللاعب رقم واحد ما بيحبش يتكلم عن أسامي بشكل مباشر بيحب يتكلم بشكل جماعة ويتكلم عن فلسفته في الفترة الجاية في منتخبنا الوطني وإن إزاي إن القورة عبارة مش عن أمور هندسية ولا أمور علمية هي في النهاية هتأدي وهتلعب مباراة قوية هتكسب وتاخد الثلاث نقاط لكن في النهاية كارلوس ساكيروش على حسابه قال الترية الوحيدة ممكن تضمن بها النجاح هي أنك تصمم على أنك تكون أفضل وأقوى وتفكر في الفوز بشكل مباشر طيب نروح كمال لحساب بسبورت تلتمائة وستين على تويتر واللي بيقول فيه أنه وصل الملك المصري محمد دا صلاح إلى مطار القاهرة صباح اليوم السلسات تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهتي ليبيا صلاح عامل حالة حلوة جدا في الإعلام في مصر وفي إنجلترا وفي معظم دول العالم والكل سعيد بالأداء والبداية الرائعة في هذا المسلم لمحمد صلاح مع نادي ليفربول ونتمنى يا رب تكون الانطلاق القوية دي لها أثر إيجابي على منتخبنا الوطني في مواجهتي ليبيا في الفترة اللي جاية خاصة أنه كمان ليبيا بيغيب عنه دلوقتي أنيسة سالتو مهاجم منتخب ليبيا تعرض لإصابة ومش هيكون موجود في مباراة يوم الجمعة القادم نروح كمان لحساب سبورت تلتمائة وستين على تويتر وبيتكلم بقى في شأن محلي وهي تصريحات لعمل حسين عضو ربطة الاندية والمشرف على المسابقات قال المعسكر بدأ قبل الأجندة الدولية هذا سيحدث أيضا قبل بطولة كأس العرب للفيفا وبالتنصيق أيضا مع كيروش تم الاستقرار لعبة ثلاث جولات من الدوري قبل بطولة كأس العرب اقترحنا تصور إقامة الدوري من دور واحد لكن الاندية رفضوا الاندية المسؤولة عن جلب الموافقات الأمنية لخد مباراتها على الملعب الذي تريده ربطة الاندية هي من تدير الدوري ولكن هناك هناك لجان مرتبطة بالاتحاد ويوجد تنصيق كامل بيكلم على إدارة المسابقات وشؤون اللاعبين والحكام بالتأكيد اللي مع اتحاد الكورة طيب آخر حاجة معايا في الترند المحلي حساب يلا كورة نشر صور لتدريبات منتخب ليبيا اللي وصل بالأمس إلى معسكره في برج العرب قدامنا على الشاشة بعض التدريبات للمنتخب الليبي قبل مباراته مع منتخب دلوطني يوم الجمعة القادمة أنتقل سريعا إلى الترند العالمي والترند العالمي بالتأكيد حساب ليفربول على تويتر بيتكلموا على النجم المصري محمد صلاح واللي بيقول تم اختياره كلاعب الشهر من قبل ربطة الاندية المحترفة حساب ليفربول على تويتر هو نشر الخبر والمعلومة أن ربطة الاندية المحترفة في إنجلترا البريمير ليج اخترت محمد صلاح لعب الشهر في شهر ستمبر نجح الملك المصري في تسجيل ثلاث أهداف خلال هذا الشهر شهر تسعة بالإضافة لوصوله الميت هدف في الدوري الإنجليزي وأتمنى بإذن الله إن شاء الله ممكن يختارب أيضا كمان صلاح يكون لعب الشهر من قبل الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي كاختياره كلعب الشهر ويتخطى كريستيانو على تويتر بيتكلموا على إن صلاح طلب الحصول على راتب إسبوعي يقدر بحوالي 380 ألف سترليني ويرغب أيضا في التوقيع العقدي ينتهي بنهاية مسم 20-25 مما يعني استمراره بقميص الريدز حتى عامه الثلاثة وثلاثين كل التوفير محمد صلاح هذا المسم هو المسم الأخير له مع ليفربول نتمنى التجديد له ويستمر مع النادي الإنجليزي أما بخصوص بقى الراتب الإسبوعي أو العقد السنة ولللاعب نتمنى له كل توفيق وفي النهاية بالتأكيد بيسعدنا كلاعب عمل إنجازات طيبة جدا في الفترة الأخيرة وأصبح خير سفير للقرى المصرية في المحافلة الدولية وفي الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم نروح لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن نلعب به منتخبنا الوطني أو أفضل تشكيل أمام ليبيا أبدأ معكم محمود الوزير بيتوقع التشكيل كالآتي الشناوي في حراسة المرمة أكرم توفيق ظهير أيمن أحمد حجازي وياسر إبراهيم اتنين مساكين أيمن أشرف فظهير أيصر طرق حامد طرق حامد والسلية اتنين وسط ارتكاز عبدالله السعيد ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد في الهجوم كمان رأي تاني معايا فادي بيقول أتوقع الشناوي الوينش أيمن أشرف أكرم توفيق فتوح السلية حمد فتحي عبدالله السعيد أحمد سيد زيزو مش أحمد سميل أحمد سيد زيزو وكوك هم دول عشر لعيبة لما نضيف معهم محمد صلاح يبقى أحداشر تحياتي لك كابتا شكرا يا فادي أحمد عبدو بيقول الشناوي أحمد فتحي الوينش حجازي أكرم توفيق طرق حامد رمضان صبحي عبدالله السعيد السلية صلاح عمر مرموش هيكون إحدى المفاجهات الكبيرة في منتخبنا الوطني محمود إبراهيم بيقول الشناوي أكرم حجازي الوينش أيمن السلية حامد صلاح السعيد رمضان مصطفى محمد طيب طبعا الكل بيتوقع التشكيل زي ما نشايفين لكن في النهاية في استقرار العدد كبير في تشكيل منتخبنا الوطني لكن لا جدال على الشناوي في عراسة المرمى محمد صلاح بالتأكيد وبقى فيه اختيارات عديدة في مركز أو مركز أخرى مختلفة في تشكيلة منتخبنا أمام ليبي لكن مهم وجود صلاح انطلاقة قوية بالتأكيد كل ده عامل المنتخب الليبي ليحسب كبير جدا فيه مباراة يوم الجمعة اللي مهم جدا نحقق فيها السلاسة نقاط في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة ولمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء